غزة هذه البقعة الصغيرة من الأرض تجسد صورة من صور الصمود والمعاناة لأوضاع فيها تروي قصصا مؤلمة وأحلاما مستحيلة خاصة بالنسبة للأطفال الذين يعيشون فيها تعيش غزة تحت حصار طويل مما أثر بشكل كبير على حياة سكانها يتعرض أطفال غزة يوميا لمواقف صعبة تفوق أعمارهم فالحرب والنزاعات جعلتهم يشهدون مشاهد مؤلمة هؤلاء الأطفال يمثلون مستقبل الوطن الكثير منهم فقدوا أفراد أسرهم بينما يعيش البقون في ظروف قاسية تتضمن نقص الطعام والماء والدواء على الرغم من هذه التحديات يحتفظ أطفال غزة بآمالهم وأحلامهم فهم يرغبون في الذهاب إلى المدرسة واللعب والاستمتاع بطفولتهم يسعى العديد منهم لتحقيق أحلامهم في أن يصبحوا أطباء أو مهندسين أو معلمين تجسد إرادة الأطفال في غزة روح الصمود والتحدي في وسط المعاناة يقوم العديد منهم بممارسة الأنشطة الفنية كالرسم والموسيقى للتعبير عن مشاعرهم وآلامهم هذه الأنشطة تمنحهم متنفسا للإبداع وتساعد في تخفيف الضغوط النفسية يبقى أطفال غزة رمزا للأمل والصمود إن دعمهم ومساعدتهم في تجاوز التحديات التي يواجهونها واجب إنساني على كل فرد عليهم أن يحصلوا على فرصة للعيش بكرامة وللتمتع بحياة طبيعية مثل أي طفل في العالم ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة